الشيخ بيقول ايه يعني عايزاكوا بس تفكروا في كل جزئية في الفيديو ده لان مهم جدا انك عزيزي المسلمة عزيزتي المسلمة انكم تسمعوا كويس جدا نسمع مع بعض رواه الامام احمد في مسنده بالسند الصحيح عن ثابت ابن عبد الله ان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء وقال يا رسول الله ان اخل لي في بني كوريزا جمع جوامع من التوراة الا اعرضها عليك يا رسول الله فتغير وجه النبي فتغير وجه النبي فقال له عبد الله ابن ثابت اما ترى ان النبي قد تغير وجهه وتأثر اما ترى ان النبي قد تغير وجهه نوف لحظة يعني دلوقتي واحد كان عند اليهود في بني كوريزا وقال له يا رسول الله انا جبت لك جوامع يعني جبت لك بعض من التوراة قال أعرضها عليك يا عمر بن خطاب يقوله أجيب لك التوراة دي تشوفها فتغير وجهه غضب وتأثر جدا وزعل قوي لدرجة أن غضبه يعني بقى واضح قدام الجميع فعبد الله بن سابت قال له عمر وانت مش شايف أن رسول الله غضب وتأثر وزعل ازاي سؤالي سؤالي ليك عزيزي المسلم ليه رسول يعني بيقول على نفسه أنه هو ختم مرسلين وأشرف خارق الله يخاف ويرتعب ويتغير وجهه ويغضب لما يقولوله أن في بعض من التوراة جوامع من التوراة أو ورق من التوراة أو نسخة من التوراة ليه يغضب ليه يتأثر ليه تدايق ليه يبنع عليه الغضب مش هو بيقول أنه هو يعني النبي الذي يجدوه في كتبهم طب ما أنت أسبت بقى أنك نبي خد منه آي يا عمر هات لو واحد واسق لو واحد عنده يقين أنه هو مرسل من الله اديني يا عمر التوراة اقرهه أنا موجوده لكن ده غضب مرداش أصلا أنه هو يقرب لها مرداش أصلا أنه هم يفتحها قدامه مرداش أصلا أنه هو يمسكها بإيده والناس اللي وقفين قالوا له لا وقف عمر ده الرسولة أصر نكمل الفيديو فأخذ سيدنا عمر يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وأخذ يكرر ذلك حتى سري عن وجه الشريف فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ثانية واحدة يا الله أكبر أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين بيقول لو كان موسى هنا لو موسى رجع ولا ظهر وإنتم اتبعتم وتركتموني لضللتم طبعا لو رحتوله ويثبتوني دي محتاجة طبيب نفسي يعني بزراحة يعني محتاجين تستشيروا طبيب نفسي في شخص يقول كده وبيقول على نفسه أنه هو أفضل خلق الله مفروض الأفضل ده يكون عنده ثقة على قل في حاله يعني أو في إلهه لكن بيقولي لو جي موسى واتبعته موسى هتضله فعلا لو تبعه موسى هتضله موسى قال جاب الشريع قال لا تكذب هو قال الكذب حلال في ثلاثة موسى قال لا تقتل هو قال اقتلوا المشركين حيث يسموا واجدتمون يعني آيات كتيرة بتتكلم عن القتل وإلهه الإسلام نفسه قال يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال موسى قال في شريعته لا تشتهي مالي قريبك هو اشتهى زينب بنت جحش زوجة ابنه وخدها منه بآية كرآنية طبعا كلنا عارفين قال إيه كمان قال لا تزني هو جعل طبعا الزنا حلال وعمله كافر في ملك اليمين والجواري والأمور دي ده زينة على فكرة ملك اليمين ده زينة والجواري دي زينة فيعني فعلا لو هم تابعوا موسى واللي قال الشريعة دي لو تركوه هو هيدلله مش فهم هيدلله ازاي الضلال فين يعني لو عملنا مقارنة بين الشريعة اللي قات بها موسى واللي جاء بيه بمحمد وعمله الضلال فين طيب نكمل الفيديو قال عليه الصلاة والسلام وأقسم على ما قال وهو حديث صحيح والذي نفس محمد هو أقسم على ما قال ما في الشهود نكمل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ولو كان موسى وعيسى موجودين حيية ما وسعهما إلا اتباعي ولو كان موسى وعيسى موجودين حيية ما وسعهما إلا يعني زي ما قلت لحضراتكم يعني لو موسى وعيسى بيقولك لو موسى وعيسى حيين إلا اتباعني ده محتاج بس نشوف حد محلل نفسي يحلل الشخصية المحمدية من وقت ما كان مرفوض ومتروك لدى حليمة السعدية مرفوض من أمه ومتروك لغاية لما خده المفروض أنه هو عمه وأبو طالب وخلي مع العبيد بيرعى الغنم بقرارات قليلة لغاية لما خدته خديجة وجوزته لغاية لما جاء موضوع النبوة ده لما يقول بقى على نفسه طبعا أنه هو تقوى بالقوة بالجيش بالقتل يعني لما يقول على نفسه أنه لو جاء عيسى وموسى حيان بيقارن نفسه بيهم لا تتبعوني ده فعلا محتاجين نسأل محلل نفسي في هذه الشخصية أو الشخصية المحمدية ترجمة نانسي قنقر